كم مرة انت كسرت وصية المسيح بلاش انت انا كم مرة كسرت وصية المسيح عشرات المرات ايه رأيك لو ربنا جه في مرة وخدني وانا بفعل الخطيئة ايه موقف امام عدل الله ده انا بعمل الخطيئة والشيطان اللي بيوقعني فيها بعد بيوقعني عايز يفضحني وربنا يقول له اوعى ما تفضحوش ده كسر وصيتك الان هغيره بكرة روحه طويلة طويل الروح وكسير الرحمة فعلا عشان كده احبنا بيها ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح ديك المجد يا رب خدت حياه مع المسيح ان اعترفت بفمك وامنت بقلبك ان المسيح رب لمجد الله خلصت وبعدين حط جملة بولس كده من خطين بالنعمة انتم مخلصوك ما هي النعمة؟ عطية مجانية ساعات احنا بنقول كلمة غلطة عن النعمة نقول فلان ده مش وش نعمة وكأن النعمة تتجه للوش اللي يستهلها لا النعمة تتجه للوش اللي ما يستهلهاش اتجهت النعمة لوش الحرام القاتل للص اليمين ولم تتجه النعمة لوش يهوزة الخاين والرسول اللي بشر باسم يسوع بالنعمة واذا كان بالنعمة يبقى احنا مناش فضل ادي معنى كلمة بالنعمة انتم مخلصون وعمله كان اقامنا معه لما اقام المسيح انا وانتم امنا امنا في شخص المسيح بقيامته على غرار هذه القيامة هنقوم وبصعوده هنصعد وبجلوسه هننجلس لان حيث اكون انا تكونون انتم ايضا ادي معنى اقامنا معه واجلسنا في السماويات هو بيمثلنا هناك بيمثلنا امام القداسة اللهوت واحنا المفروض نمثله هنا امام العالم هو يشفع فينا الشفاعات الكفرية امام الآب واحنا باعمالنا الحسنة نمجده هنا على الارض يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمة انتم مخلصون اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع جلوس المسيح لحسابنا وصعود المسيح وقيامته لحسابنا وصلب المسيح لتمجيده صلبه بيّن محبته ومحبته هي المجد لان الله محبة وبيّن محبته اذ ونحن موازلنا بعد خطاة مات المسيح عنا اشتركوا في القناة